في أعماق البحر اثنان تبين للصديقين هيثم وسامي أن رفيقتهما سلم في خطر عندئذ ضغط على زر فإذا بالسفينة تتحول غواصها انطلق الصديقان يبحثان في كل مكان إلا أن سوء الحظ وضعهما فجأة أمام الحوت الأزرق العملاق وهو فاتح فاه أطلق نحو وسامي بعض الثهام فأصابته في رأسه لكنه لم يتأثر بل هاج وتقدم نحو السفينة في ثورة عارمة فابتلعها بمن فيها في تلك الآونة كانت سلمة في منتهى السعادة تلتقط السور التسكارية للحوت الأدرق إلا أن هذه المتعة لم تدم طويلا فقد علمت عن طريق جهاز الاتصال الإلكتروني أن صديقيها في خطر وهما محبوسان في بطن الحوت العملاق تسمرت سلمة في مكانها تفكر في حل إلى أن اهتدت إلى فكرة سارعت بتنفيذها في الحين اختارت لنفسها مكانا آمنا بين الصخور ثم ضغطت على ذر بجهاز كانت تحمله فأحدث أصوات غريبة وعالية ظنها الحوت الأدرق أصوات حيتان عدوة فارتعش خوفا وفتح فاه مطلقا صيحات فذع لحظتها اغتنم الصديقان الفرسة وغادر بطن الحوت للنجاة بنفسيهما فاستقبلتهما سلمة بموسيقى الفرح أكتشفوا وأفهم أولا أقرأ المقطع الآتي ثم أجيب عن السؤالين المصاحبين انتاب هايثما وثامي قلق شديد لقد غابت سلمة ولم تعد تظهر على شاشة المتابعة أين هي يا ترى؟ هل حدث لها مكروه؟ الإجابة سلمة لم يصبها أي مكروه بل هي منهمكة في التقاط أجمل الصور لذلك الحوت الأزرق ثانيا أقرأ كل جملة من المجموعة ألف مقترنة بالجملة التي تناسبها من المجموعة باء بزيادة أداة الربط المناسبة ضغط الصديقان على الزر أطلق سامي سهاما حدثت أصوات غريبة فتح الحوت فا غادر الصديقان بطن الحوت هاج الحوت الأزرق فتح الحوت فا تحولت السفينة غواصة الإجابة الزغط الصديقان على الزر فتحولت السفينة غواصة أطلق سامي سهاما فهاج الحوت الأزرق حدثت أصوات غريبة ففتح الحوت فاه فتح الحوت فاه فغادر الصديقان بطن الحوت ثالثا أعيد كتابة ما يأتي معوضا ما تحته سطرهم بما يفيد المعنى نفسه تسمرت سلمة في مكانها اهتدت سلمة إلى حل الإجابة ثبتت سلمة في مكانها وصلت سلمة إلى حل أعمق فهمي رابعا أختار مما يأتي الصفات المتعلقة بسلمة وهي في أعماق البحر أنانية سعيدة بما اكتشفت متهورة رصينة حذرة تفكر في خلاص صديقيها من بطن الحوت متسرعة نشوى بالصور التي تلتقطها احتالت على الحوت الأذرق الإجابة الصفات المتعلقة بسلمة وهي في أعماق البحر سعيدة بما اكتشفت سعيدة بما اكتشفت متهورة رصينة حذرة تفكر في خلاص صديقيها من بطن الحوت نشوى بالصور التي تلتقطها احتالت على الحوت الأذرق خامساً مرت سلمة بحالتين مختلفتين ماهما؟ استخرج من النص ما يدل على كل حالة الإجابة الحالة الأولى السعادة والنشوى في تلك الأونة كانت سلمة في منتهى السعادة تلتقط الصورة التذكارية للحوت الأذرق لحظتها اغتنم الصديقان الفرسة وغادر بطن الحوت للنجاة بنفسيهما فاستقبلتهما سلمة بموسيقى الفرح الحالة الثانية القلق والخوف إلا أن هذه المتعة لم تضم طويلاً فقد علمت عن طريق جهاد الاتصال الإلكتروني أن صديقيها في خطر وهما محبوسان في بطن الحوت العملاق تسمرت سلمة في مكانها تفكر في حل سادساً شعرت سلمة بالخوف على الرغم من شجاعتها وخبرتها أستخرج من النص ما يدعم ذلك الإجابة في تلك الآونة كانت سلمة في منتهى السعادة تلتقط الصورة التذكارية للحوت الأذرق إلا أن هذه المتعة لم تضم طويلاً فقد علمت عن طريق جهاد الاتصال الإلكتروني أن صديقيها في خطر وهم محبوسان في بطن الحوت العملاق سابعاً سلمة خبيرة بعالم البحار أين يظهر ذلك حسب النص؟ الإجابة ظهر ذلك في المقطع التالي اختارت لنفسها مكاناً آمناً بين الصخور ثم ضغطت على زر بجهاز كانت تحمله فأحدث أصوات غريبة وعالية ظنها الحوت الأذرق أصوات حيتان عدوة فارتعش خوفاً وفتح فاه مطلقاً صيحات فزع أبدي رأيي ثامناً ما فضل وسائل الاتصال على الأصدقاء في هذا النص حسب رأيك؟ الإجابة مكنت وسائل الاتصال الأصدقاء من معرفة الخطر المحدق بهم أفتحوا نافذة وأغني ملف التعلم أبحث عن قصة تحكي مغامرات في عالم البحار وأسردها على رفاقي ترجمة نانسي قنقر